أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كاري أن بلاده تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظاهرة التغير المناخي خلال قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ وفي مؤتمر صحفي قال كاري إن اتفاق باريس للمناخ نص على أنه يتعين على الموقعين عليه بازل جهود أكبر للتعامل مع الخسائر والأضرار مضيفا أن أفراقيا مسؤولة عن ثلاثة بالمئة من انبعثات أغازات الدفيئة في العالم ولكن سبع عشرة دولة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغير المناخي تقع في هذه القررة